في هذه الرحلة من مملكة الدرويش طريق إلى الله نتوقف في طريق جديد إلى الله مع أهل العلم في هذه الوقفة مع ضيفي الكريم فضيلة مولانا الدكتور علي جمع دكتور علي مولانا أشرقت أنوارك وطيب برنامجنا حضورك الكريم وأسعدتنا بإطلالتك وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم أهل الرسالة بكم وكل سنة وانتوا طيبين وكل المصريين طيبين وكل العرب والمسلمين والعالم كله ورمضان كريم ونسأل الله سبحانه وتعالى في البداية أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يفتح علينا فتوح العارفين به أمين يا رب العالمين دكتور علي مولانا ما هي فتوح العارفين به؟ استوقفتني الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مكون من الذكر والفكر واليونيد وهو سيد الطائفة كان يقول طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أخذوها من قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذكر والفكر مأمور به في الكتاب ومأمور به في السنة ومعمول به في دين الإسلام في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عندما اشتغل المسلمون بالذكر والفكر تبقى لما تركه لنا رسول الله الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك ربا بذكر الله الإنسان إذا ذكر كثيرا جفى فمه لكن رسول الله سماه رطوبة رطبا بذكر الله يعني هو في عالم الحس وفي عالم الفيزيولوجي هذا جفاف لكنه رطوبة عند الله سبحانه وتعالى مثل دم الشهيد قد يأسن وقد يكون له رائحة غير طيبة لكنه عند الله أطيب من ريح المسك مثل خلوف فم الصائم رائحة يسعى الإنسان لإزالتها لكنها أطيب عند الله من ريح المسك وهكذا في حقائق للأشياء